جنباس كان عنده كأس العالم من يومين وكانت بتقام في قطر حقيقة نتائج حلوة جدا نانسي طمان فازت ببرونزين جهاز الحصان القفز وجات بعد بطلة أسباكستان والحققة المركز الأول وبطلة فرنسا واللي جات في المركز الثاني زينة إبراهيم المركز الخامس على جهاز المتوازي وجات زميلتها في المنتخب جنة هاني في المركز السابع وعلى جهاز عرضة التوازن احتلت زينة إبراهيم المركز الرابع بفارق صغير جدا عن صحبة المركز الثالث وجات جنة هاني في المركز السادس على جهاز الحركات الأرضي البطولة كان بيشارك فيها 24 دولة من أقوى بطولات التخام في العالم لأنه دي قبل على طول أولمبياد توكيو في الحقيقة كان بيشارك فيها كل 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 الكفاءات العالمية في الجنباز وده مش غريب الجنباز الفترة الأخيرة محقق نتائج كبيرة جدا